هذه أبرز العناوين المنتخب المغربي الأولمبي لاعب واحد لم يلتحق بكتيبة الأصود بلاغ عاجل زينباور يتخذ قررا صادما بالرجاء بعد اعتقال محمد بضرقا سوفيان رحيمي فرصة العمر للاحتراف بأوروبا وهذا موقف العين والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس المنتخب المغربي الأولمبي لاعب واحد لم يلتحق بكتيبة سكتيوي يخوض المنتخب المغربي الأولمبي معسكرا تحضيريا في مدينة ليون بفرنسا استعدادا للألعاب الأولمبي التي ستقم في باريسة في الفترة ما بين السادس والعشرين من يوليوز والحادي عشر من غوشت ويشهد المعسكر غياب اللاعب أسام العزوزي المحترف في صفوف بولونيا الإيطالية حيث لم يلحق ببقية اللاعبين حتى الآن ووفق لمصدر الموتوق فإن تأخر العزوزي يعود إلى رغبة فريقه بولونيا في الاحتفاظ به لثلاثة أيام من إضافيتنا قبل السنح له بالانضمام إلى المنتخب وأبلغ بولونيا إضالة المنتخب المغرب الأولمبي بصعوبة التحاق اللاعب في الموعد المحدد وبالستناء غياب العزوزي انضم جميع المحترفين المدعوين للمشاركة في الأولمبياد إلى معسكر اليون بما في ذلك أشرف حكيمي وعبد الصمد الزلزولي وأميرت شارتسون والمهدي بوكامير والذكري الوحيد وبيل الخنوس وبنيامين بوشواري وإلياس أخماش ويسن كيشتا وأسامة رغلين وغيرهما ويواصل المنتخب الأولمبي تدريبته بواقع حصة واحدة في اليوم وأحيانا حصتين لرفع مستوى لياقة البدنية لللاعبين وتحسين انتجامهم خاصة بعد اكتمال الصفة في المنتخب باستثناء العزوزية وأجرى المنتخب الأولمبي حصة تدريبية أمس التلتاء في ملعب بوركادير بضحية اليون بحضور جميع اللاعبين المدعوين وركز المدرب طريق سكيتيوي في الحصة على الجانبين التكتيكي والتقنية استعداد لمباراة إعدادية مغلقة غدا الخميس إن شاء الله لم يتم تحديد طرفها بعد وذلك لتقييم جاهزية اللاعبين لمواجهة الأرجنتين في الرابع والعشرين من يوليوز الجارية في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في أولمبياد باريس 2024 بلاغ عاجل زينباور يتخذ قرارا صادما بالرجاء بعد اعتقال محمد بضرقة ذكر موقع سبورت سيفن أن المدرب الألماني جوزيف زينباور يرفض التواصل مع أي مسؤول في المكتب المدير لنادي راجع الرياضية باستثناء رئيس النادي محمد بضرقة ورفض زينباور التفاوض مع النائب الأول لبضرقة بخصوص تجديد عقده مع راجع الرياضية والاستمرار لموسم إضافيا مفاضلا التفاوض بشكل حصري مع محمد بضرقة رئيس النادي الأخضر وهو الأمر الذي دفع هذا الأخير إلى التوجه إلى ألمانيا لملاقته قبل أن يتم اعتقاله في مطر هامبورغ الدولي من قبل شرطة الحدود على خلفية وجود مذكرة بحقها قبل أن يتم اطلاق صراح بضرقة بعد ساعات من توقفها حيث أكدت العديد من المصادر الصعفية أن الأمر لا يتعلق بمذكرة بحث دولية بحق الرئيس الرجوي ومن المرتقب أن يلتقي بضرقة مع زينباور للحسم في مستقبله بتوقيع عقد جديد في حل التواصل إلى اتفاق رسميا بخصوص الشرط الجزائي حيث أن زينباور رفض التواصل مع أي شخص آخر إلا رئيس النادي الأخضر بنفسه سوفيان رحيمي فرصة العمر للاحتراف بأوروبا وهذا موقف العين نال النجم المغربي سوفيان رحيمي مهاجم العين للإماراتية أجزاء صبره لمواسم كروية طويلة بعد تألقه في النصة الأخيرة من دوريبط الأسيو وقيدة فريقه للتتوجب اللقب في موسم تاريخي لمهاجم الرجاء الرياضي السابق وتألق رحيمي في فترات عدة مع الرجاء الرياضي وبعد ذلك بقميس العين الإماراتية لكنه ظل بعيدا عن المنتخب المغربي الأول رغم مطالب الجماهير المغربية بضرورة استدعائه لقائمة أصود الأطلس نظر لقيمته الفنية الكبيرة في خط الهجوم وبعد صبر طويل نال رحيمي جزاء بتلقيه دعوة والد راقراجي المدير الفني للمنتخب المغربي الأول ليحدى بتشجيع هام من الجمهور المغربية بعدما انضم لأصود الأطلس في فترة توهجه الكبيرة على الصعيد الأسيوي رحيمي نال نتيجة صبره بشكل مضاعف بعدما وضع فيه طريق سكتيوي المدير الفني للمنتخب المغربي الأولمبية اتقى ليكون ضمن التلاتي الذي يتجاوز عمره 23 عاما وسيشارك في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 إلى جانب أشرب حكيمي نجم باريسان جرمان ومونير الكجوال محمد حارس مرمان نهضة بركان وفي السياق المتفل ذكر موقع وينوين أن نادياً أوروبياً تجدد اهتمامه بالتعاقد مع رحيمي بعد تأكد مشاركته في أولمبياد باريس وأبرز المصدر أن القيمة المالية الكبيرة للمهاجم المغربي مع العين الإماراتية تبقى حائقاً أمام الأندية الأوروبي للتعاقد مع سفيان رحيمي لكن المصدر نفسه أشار إلى أن أحد الأندية الأوروبية يرغب في التعاقد مع سفيان رحيمي بنظام الإعراء وسيتم تقيم مستوى بصفة نهائية بناء على الأداء الذي سيظهر به في أولمبياد باريس 2024 مع أشبال الأطلس وتعتبر المشاركة في الألعاب الأولمبية بمثابة الفرصة الأخير أمام رحيمي للاحتراف بأوروبا كما أن ثلاثة أندية من دور رجل السعودي تسعى للتعاقد مع اللاعب المغربية المصدر المذكورة كده أن مسؤول العين يرفضون فكرة السمح للمهاجم المغربي برحيلة إضافة إلى أن اللاعب يمنح الصلاحية الكاملة لناديه لتدبير مستقبله الكروية لأن الفرنسي استهدف التعاقد مع أسامة الصحراوي من نادي هيرنيفن الهولندي تلقى اللاعب صاحب الأصول المغربية أسامة الصحراوي وجناح نادي هيرنيفن الهولندي عرضا من الدورة الفرنسية بعد موسمه الجيد في الدورة الهولندي والذي قدم له من النرويج ويرغب الليل الفرنسي في التعاقد مع اللاعب المغربي أسامة الصحراوية من هيرنيفن الهولندي لتدعم الخط الأمام للفريق الأحمر إلى جانب اهتمام العديد من الأندية الهولندي بضمها النادي الفرنسي قدمت 8 مليون يورو من أجل ضم اللاعب في المركز الصيف الحالي وينتظر أن يحسم الفريق الهولندي بشكل رسمي في بيع اللاعب من عدمها دياز أريد أن أكون أول اللاعب في ريال مدريد يفوز بجائزة الكرة الدهبية الأفريقية تحدث الدولي والمغرب إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد عن أول مشاركة له مع المنتخب الوطني مبرزا رغبته الكبيرة في الفوز بجائزة الكرة الدهبية الأفريقية وعلق دياز في موقابلة له مع قناة بيان سبورت القطرية على أول مباراة له مع المنتخب المغربي تعرضت للكثير من الضرب وهذا أمر طبيعي وتابع أحب أن أتعرض لمثل هذه الركلات لأنني أريد النهوض مرة تانية وهذا الأمر يجعلني مستيقدا طيلة المباراة وكنت سعيدا جدا وما سيأتي سيكون أفضل بكثير واختتم دياز حديثها أريد أن أكون أول لاعب في ريال مدريد يفوز بجائزة الكرة الدهبية الأفريقية ولكن أول شيء أفكر فيه هو تحقيق الانتصارات من أجل الفوز بالألقاب وهذا ما أسعى إليه وما يهمني هو الجوائز الجماعية مع المنتخب المغربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر